عزائي طلبة الصف الثاني الثانوي النهاردة ان شاء الله معدنا مع الدرس التاني من دروس الجبر عنوان الدرس اضطراد الدوال والمقصود باضطراد الدوال الدلة اما ان تكون متنقصة او متزايدة او ثابتة وهنشرح كل ده بالتفصيل بكل بساطة هفهمك يعني ايه اضطراد الدلة اضطراد الدلة يعني معناه ان احنا بندرس حاجة اسمها سلوك الدلة طيب ازاي بيكون سلوك الدلة دي لو انا عندي علاقة ما بين الزمن ودرجة الحرارة استق درجة الحرارة عند الزمن سفر كانت درجة الحرارة خمسة وتلاتين درجة جيت استق درجة الحرارة لما كانت الساعة ستة لقيتها خمستاشر درجة وبعدين استق الحرارة لما كانت الساعة الساعة تمانية مثلا لقيتها واضح كده ان درجة الحرارة هنا بتنزل اهي لما درجة الحرارة بتنزل بنقول ان الدلة في هذه الحالة تسلك سلوكا تناقصيا او بمعنى اخر رياضي بنقول ان الدلة متنقصة طيب متنقصة فين بقى في الفترة الزمنية من سفر لتمانية يبقى بنقول ان الدلة متنقصة من بداية قياسي وهو سفر وحتى الساعة تمانية وافتح الفترات كده طيب عند الساعة تمانية كانت درجة الحرارة عشرة جيت استها كمان مرة عند الساعة 12 لقيت درجة الحرارة وصلت 20 جيت عند الساعة 18 است درجة الحرارة لقيتها وصلت 30 عند الساعة 24 است درجة الحرارة كمان مرة لقيتها وصلت 40 هنا في الحالة هزي دي بنقول ان الدلة تسلك سلوكا المتزايدا اهي يعني يا مستر يعني كلما زاد الزمن زادت درجة الحرارة ببعن رياضي بنقول في هذه الحالة أن الدلة متزايدة الدلة متزايدة فين بقى من بداية قياسي من بعد الساعة 8 لغاية الساعة 24 اهي ايه اللي حصل هنا درجة الحرارة زادت نقول أن الدلة متزايدة تمام جيت عند الساعة 24 است درجة الحرارة لقيتها 40 درجة عند الساعة 28 عند الزمن لما كان الزمن 28 است درجة الحرارة لقيتها برضو 40 درجة عند الساعة مثلا 30 است درجة الحرارة لقيتها برضو 40 درجة وهكذا بنقول الفترة من 24 لغاية 30 الدلة تسلك سلوكا سابتا او درجة الحرارة سابتة في هذه الحالة نعبر عنها رياضين بنقول ان درجة الحرارة سابتة يعني الدلة سابتة في الفترة اهيه لو نزلت هنا هنزل عند ال 24 وحتى الثلاثين وبنحط الاقواس بالشكل ده ودي كانت مقدمة بسيطة عن فترات التزايد والتناقص والثبوت لمنحلت دلة او ما يعرف باسم اضطراض الدلة وهنتكلم عن الموضوع ده بصورة تفصيلية كما يليه طيب نشوف كده كمان مثال يوضح الفكرة اكتر الشكل اللي قدامي ده او الرسم البياني اللي قدامي ده يوضح العلاقة ما بين درجات الحرارة ح لبلد ما وبين الزمن نون بالساعات في بداية القياس كانت درجة الحرارة خمسين درجة وبعدين بعد ساعتين نزلت درجة الحرارة لعشرة درجة بعد اربع ساعات اسنى درجة الحرارة لانها اربعة وخمسة وخمسين درجة فضلت سابتة لغاية الساعة ستة ونص اهو اسنى درجة الحرارة لانها برضو خمسة وخمسين ساعة تمانية اسنى درجة الحرارة انها خمسة وتلاتين درجة الساعة عشرة لقينا درجة الحرارة وصلت تلاتين درجة عندي الدلة هنا سلكت اربع سلوكيات في الفترة من سفر الاتنين اهي في الفترة من سفر الاتنين حلاقي ان الدلة هنا متنقصة بمعنى اهي نزلت من خمسين لعشرة اديك معلومة لما تيجي ترسم المماس للمنحنة يعمل في الدلة المتنقصة اخد بالك من المعلومة دي يعمل زاوية منفرج اهي الزاوية دي طب الزمن من اتنين لغاية اربعة من اتنين لاربعة ودايما نخلي الاقواص كده مفتوحة سلوك الدلة هنا تتزايد بنقول عليها متزايدة لما تيجي ترسم المماس للمنحنة في هذه الحالة عند اي نقطة من نقاطه اخد بالك معلومة دي مهمة جدا يعمل زاوية حدة اهي الزاوية دي الفترة من هنا لهنا من اربعة لستة ونص اهي سبتة دي سبتة هنا قطعة المستقيمة دي توازي محور الزمن اما الفترة من ستة ونص العشرة اهي ستة ونص العشرة الاقواص مفتوحة دي فترة تناقص تكون الدلة فيها متنقصة لما تيجي ترسم منحنة الدلة عند اي نقطة اهو زي ما احنا شايفين كده اهو يعمل معايا زاوية منفرجة اهي اللي هي دي دي زاوية منفرجة يبقى كده لو شفنا سلوك الدلة كمان مرة الدلة متنقصة في الفترة اهي بتنزل في الفترة من سفر الاتنين متزايدة في الفترة من اتنين لاربعة اهي بتزيد لغاية هنا سبتة في الفترة من اربعة لستة ونص متناقصة او تناقصية في الفترة من ستة ونص لغاية عشرة وهو ده سلوك الدلة اللي كان مطلوب مني ان انا ادرسه او ان انا ابحثه الرسم البياني السابق يوضح سلوك الدلة نلاحز التغير في درجات الحرارة بالنسبة للزمن هلاقي ان هذه الدلة متنقصة في الفترات خد بالك معي بقى تعم طلع فترات التنقص في هذه الدلة من سفر لاتنين وايه كمان ومتنقصة في الفترة من ستة ونص لعشرة فترة من ستة ونص لعشرة يبقى ديه فترات التناقص في الدلة بينما هلاقيها متزيدة في الفترة من اتنين لاربعة زي مورد هلك على الرسم وممكن تبقى ترجع للرسم تاني متزيدة في الفترة من اتنين لاربعة وتكون سابتة في الفترة عندي اللي هي من اربعة لستة ونص نشوف كده مثال اخر بيقول لي ابحس اطراد الدلة في شكل البياني المقابل المقصود بكلمة اطراد هل الدلة تناقصية ام تزايدية ام سابتة تعال ندرس مع بعض كده الفترة من سالب اتنين لسفر اهي من سالب اتنين لسفر هلاقي منحنة الدلة بينزل اهو ولو جيت رسمت مماس هلاقي عند اي نقطة للنقطة المنحنة هلاقي ان المماس المنحنة اهو زي ما انا شايف كده بيعمل زاوية منفرجة يبقى الفترة من سالب اتنين اهي لو نزلت هنا انزل عند السالب اتنين لغاية سفر متنقصة بينما من سفر الاتنين من سفر الاتنين هلاقي ان الدلة متزايدة لو خدت اي نقطة من نقطة المنحنة وعملت مماس عندها هلاقي ان المماس عند اي نقطة من نقطة المنحنة بيصنع زاوية حدة اهي زاوية دي حدة بينما في الفترة من اتنين لمالة نهاية تكون الدلة سابتة المثال الاخير يوضح كل شكل من الاشكال التالية منحنة الدلة التي مجالها سين ومجالها الدلة وابحث اتراضها تعالي نشوف كده الرسم الاول هلاقي ان مجال الدلة من سالب مالة نهاية لمالة نهاية وعود نفسك دايما المجال بنجيبه من على محور السينات المجال يكون على محور السينات المجال من سالب مالة نهاية لمالة نهاية اللي بنقول عليه مجموعة الاعداد الحقيقية كلها كل مجموعة الاعداد الحقيقية حا ادي المجال تمام بعد كده المدى من على محور السينات لما بيكون المجال من سالب مالة نهاية لمالة نهاية والسهم كده موجود عندي اهو مفيش نقطة سابتة اهو يبقى المدى أيضا من على محور الصادات من سالب مال نهاية لمال نهاية يبقى المدى من سالب مال نهاية لمال نهاية من على محور الصادات اللي هو أيضا بيساوي مجموعة الأعداد الحقيقيحة تمام الدلة متزايدة في كل مجموعة الأعداد الحقيقية فيها بمعنى عند السفر سالب اثنين عند الواحد سالب واحد عند الاتنين سفر عند التلاتة واحد عند الاربعة اثنين بتزيد وكمان لو تلاحظ ان الخط المستقيم بيصنع زاوية حدة مع محور الصادات لذلك قلنا عليها الدلة متزايدة خذ بالك في الشكل البياني لان انا عندي دلتين يبقى لما اجيب المجال يبقى اتحاد مجالي الدلتين الدلة الاولينية مجالها من سالب مال نهاية لاتنين ده اللي هي الدلة دي اتحاد الدلة دي اللي هي من اثنين لما لا نهاية اتحاد من اثنين لما لا نهاية خذ بالك لما كانت الاتنين هنا مظللة قفلت القوس وعشان الاتنين هنا مش مظللة فتحت القوس طيب المدى من سالب مال نهاية على محور الصادات لمال نهاية اهو كل جه المدى من سالب مال نهاية لمال نهاية اللي احنا بنقول عليه اختصارا مجموعة كل الاعداد الحقيقية الدلة في الفترة من سالب مال نهاية لاتنين تزايدية ومن اثنين لمال نهاية ايضا تزايدية يبقى نقول الدلة في الفترة اللي هي من سالب مال نهاية لمالة نهاية يعني حاها كلها تزايدية والمدى أيضا بحا خد بالك إن ده اتحاد دلتين مع بعض الشكل البياني الثالث المجال عندي من سالب مالة نهاية لغاية واحد مفتوح من سالب مالة نهاية لغاية واحد لحد واحد مفتوحي اتحاد أملهم مع بعض من اتنين لمالة نهاية من اتنين لمالة نهاية وخد بالك الاتنين أيضا مفتوحة هنا والمالة نهاية مفتوحة اهو المدى على محور الصادات اهو بيبدأ من النقطة دي وماشي لسالب مالة نهاية يبقى المدى من اتنين المفروض سالب مالة نهاية الأول يبقى من سالب مالة نهاية لغاية الاتنين الدلة سابتة في الفترة من سالب مال نهاية الواحد في الفترة من سالب مال نهاية الواحد سابتة سالب مال نهاية الواحد الدلة سابتة ومتنقصة في الفترة من اثنين لمال نهاية في الفترة من اتنين لمالة نهاية أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي القسم العلمي أو الأدبي بعد أن انتهينا من شرح سلوك الدلة يمكنك أن تحل هذه التدريبات السؤال الأول في الشكل المقابل قدامك رسم بياني واضح عايزين نجيب المجال والمدى ومتى تكون الدلة متزايدة ومتى تكون متنقصة السؤال الثاني بيقولي في الشكل المقابل ارحص فترات التزايد والتناقص وفترات السبات لهذه الدلة السؤال الثالث والأخير في هذه التدريبات بيقولي في كل شكل من الأشكال التالية استنتج مجال ومدى الدلة وأبحث اضطردها لو انت ذكرت الكلام اللي أنا قلته كويس قوي هتعرف تحل هذه الأسئلة بمنتهى البساطة حلها ولو وقف معاك أي سؤال اكتب لي في التعليقات